نحن دائما نرى أفلام هندي فيها بشري عادي مثلنا ولكن خارق وبيعمل حاجات كده اللي هيبطال مارفل و دي سي ما يقدروش يعملوها تخيلوا بقى ان فيلمنا النهاردة هندي وفيه بطل خارق هندي واسمه كريشنا ومدير مدرسته قابل جدته سونيا وقال لها حفيد القدراته العقلية تفوق سنه بمراحل وعلشان كده عاوزين نعمله امتحان تحدد مستوى فاتصدمت بس وفقت وكريشنا دخل الاختبار وكان بيجاوب على كل الاسئلة اللي اتسألت له صح ومغلطش افوالة سؤال وجدته اتصدمت من كده واخدته من وسط الاختبار بسرعة وخرجت والمدير راح وراها وقال لها ليه عملت كده حفيدك موهوب وهيبقى ليه مستقبل جنيل فقالت له ما هو انا مش عاوزه موهوب علشان مخسروش بالزبط زي مخسرت ابوه اللي كل الناس استغلت موهبته وفي الاخر مات هو ومراته وعلشان احمد طفل ده لازم ابعده عن انظار الناس وقررت تتخلى عن حياتها واخدت كريشنا وراحت به لمكان بأيد وهناك بنت لها بيت جديد تقش فيه وتربط طفل في سلام لكن مع الوقت كريشنا كبر وقدراته القوية بدأت تظهر لما كان بيلعب مع الاطفال الكل خاف منه ويتجنبه فبقى عايش وحيد لحد ما اكتشف انه بيقدر يتكلم مع الحيوانات عن طريق التخاطر فقرر انه صاحبهم ويعزي المشاهد كريشنا دخل سباق مع حصانه وفي خلال السباق ده كان كبر خلاص وبقى عنده عضلات في كل حتة وبعدما سبق الحصان ورجع للبيت لقى طفل رايح وراه وقال لي جديته ان كريشنا بيسابق الحصان وبيسبقه وكمان بيتصلك على الجبل كأنه لعبة وجديته استغربت وقالت له هو انا مش حذرتك ما تعملش اي حاجة غريبة على الناس فقال لها الناس مين الكل بيتجنبني اصلا وقالولي ان مش شبههم وعلشان كده بحاول اني اصاحب الحيوانات والطبيعة وقعيش عادي كده في وسطهم وكمان عايش في المكان ده علشانك مع اني نفسي اسيبه وامشي وفي نفس الوقت في واحد اسمه في كرام راح للمدير وسأل عن مكان سونيا وابنها كريشنا بس المدير رفض يقول له اي حاجة وادعى انه ما يعرفش مكانهم وكريشنا وهو بيلعب مع الاطفال شافوا براشوت في السماء فراحوا وراب سرعة وطبعا كريشنا كان اسرع واحد فيهم وهو من الشجرة دي للشجرة دي افضل من الارود بس لحظة واحدة هي مش الحركة دي بتاعت الصينيين ولا انا بتاعيق لي مش هتفرق صينيين من هنود المهم ان كريشنا لقى ان اللي في البراشوت هيقع من على شجرة فرح بسرعة وانقذه وطلعت بنت جميلة فحبها من اول نظرة واسمها بريا والبنت دي بقى عندها قدرة فضيعة على الصياح لدرجة ان كريش هو اللي رمعها علشان يخلص منها بس ورمعها لانها كانت قريبة من الارض ولما وقعت اهم عليها وكريشنا سمع صوت اصحابها قربوا منها فهرب من المكان وبيطلع انهم في رحلة رياضية على الجزيرة واصحابها خدوها علشان يعالجوها وكان معهم مرشد الرحلة اللي اسمه بهادور وكان عارف كريشنا وكريشنا مسكوا وقال له اياك تقول لحد ان انا اللي انقذتها وبريا فقت وقالت انها لازم تشكر اللي انقذها بس القائد بتاعهم قال لها ان محدش انقذها وانهم لقوها لوحدها فقالت لهم مستحيل لان في حد ظهر من فوق الشجرة وانقذني والقائد شك انها وقعت على رأسها واتجننت بس كريشنا ظهر من وراهم وقال له بهادور انه قل لهم ان اللي انقذها كان عفريد ولما بهادور بيقول لهم كده بريا ما بتصدقوش وحاولت تقوم بس لقيت ان رجلها مصابة ومش قادرة تمشي فدخلوها للخيمة علشان تتعارج فيها ولما سابوها وخرجوا كريشنا دخل لها ومسك رجلها وعالجها ولما فقت كانت تصرخ بس مسك بقها بسرعة ومن الخوف غمضت عينيها ولما فتحتها كان اختفى وزاي ما قلتلك وعندها قدرة على الصياح وفضلت تصيح لحد ما اصحابها رحولها وسألوها في ايه فقالت لهم ان اللي انقذها كان واقف معها حالا بس اختفى وطبعا محدش صدقها وقالوا لها ازاي احنا لسه سايبينك حالا فقالت لهم انه عالجها وقامت تونط قدامهم علشان يصدقوها بس برضو محدش صدقها وبعدور اشتغل كدب تاني علشان يقنعها انه عفريت بس برضو ما بتصدقوش وخرج تدور عليه علشان تثبت لكله انه موجود وفعلا لقيت واقف وراها فسألته ان انت انسان حقيقي مش عفريت صح وهو فضل واقف يبصلها بدون ما يرد عليها ولاقت ان في مجموعة من الاطفال بيتحكوا عليها فقالت لهم بتضحك علي ايه يا ابن انت وهو وهم قالوا لها عليك لانك بتكلمي نفسي فقالت لهم انتو مش رايفين اللي واقف ده فقالت لها ان ما فيش حد واقف ولقيت جنبها سونيا وفرحت لها بسرعة وقالت لها بعد اذنك يا امي انتي مش رايفة الراجل اللي واقف هناك دهو فقالت لها فيين ده محدش موجود يا بنتي وبريع حصت بالصدع لانها شكت انها تجننت وسونيا لما لقيتها تعبانة اخدتها معها لبيتها علشان ترتاح شوية بس بريع اول ما دخلت البيت لقيت شورة كريشنا قدامها فاتصدمت وسألت سونيا مين ده فقالت لها ده ابني اللي ميت من عشرين سنة فقالت مستحيل ازاي ده كان واقف معايا من شوية ولما بصت جنبها لقيته بيبصلها من الشباك فخافت وجلت وهي بتصرخ لحد ما وصلت للمعسكر بتاعها وقالت لهم على اللي شافته واصحابها بقوا خايفين وعاوزين يمشوا من المعسكر ويرجعوا لبلدهم بس القائد وصل وقال لهم محدش يروح في اي مكان ويلا بسرعة خلونا نكمل تدربنا علشان تسلق الجبل وفعلا راحوا يتسلقوا الجبل بس بريا لقيت كريشنا قاعد مستنيها فخافت منه وفضل التصيح كالعادة ووقعت بس الحبلة انقذها وكمان كريشنا خاف وهر بسرعة من على الجبل والكل شافه وكمان القائد شافه ويعمل الحاجة المستحيلة دي في التسلق على الجبل ووقتها الكل تأكد انه عفريد والقائد من رعبه جاله سخنية وتاني يوم قرر انهم لازم يرجعوا لبلدهم وبحضور لما قالها كده رفضت لانها خايف فقال لها لو رفضت تقابليه هيزعل منك وده زعله يحش فخافت اكتر وكررت تقابله وتاني يوم رحلت تقابله خافت اول ما شافته فقال لها انا مش عفريت ولا حاجة وانا انسان زيك وكل اللي انا عاوزه ان انا نبقى اصدقاء فقالت له يعني انت ممتش من اشرين سنة فقال لها لا دي كانت صورة ابويا اللي مات وسقال له طب انت ازاي امقصتني من فوق الشجرة وكمان ازاي قدرت تتسلق الجبل ببساطة فقال لها عادي انا تعودت على كده لان اشت عمر كله هنا وعلشان يخلي الجو رومانسي شوية عمل صفارة معينة بيستدق بها الطيور والجو فعلا بقى جميل ولما برياء اطمنت له خالته وراحت للمعذكر بتاعها علشان اصحابها يشوفوه والقائد فضل يمسك فيه علشان يتأجد انه حقيقي مش عفريت ولما اطمن قرر انه هيكمل الرحلة وكمان طلب من كريشنا انه يبقى معاهم وكانوا كلهم مستمتعين جداً بوقتهم وكمان رحوا يركبوا مركب ويلعبوا في البحر وكريشنا كان مبسوط ولما خلصوا رحوا يلعبوا شد الحبل وكريشنا كان لواحده وقدر يكسبهم كلهم وكمان برياء طارت في حضنه ولما خرجت من الموقف المحرك ده قالت له انت موهبتك جميلة جداً ولو خرجت من هنا الناس كلها هتقدر موهبتك فقال لها مش هينفع اخرج واسيب جدتي لان هي دي كل حياتي ويأخذها وبيروح لجدتها علشان يعرفها عليها ويعودوا مع بعض شوية وبرياء اضطرت انها تستأزم منهم وتمشي لان الرحلة بتاعتها خلاص خلصت وكلهم يمشوا دلوقتي علشان يرجعوا بقى لبلدهم سانجافور وكريشنا راح معها يودعها وبرياء شكرته على الايام الجميلة اللي قضتها معاه ولما تحركوا الباص كريشنا راح وراهم وفضي الاشاور لبرياء علشان يودعها وبعد لحظات لقوا بقى واسابقهم وبيودعها تاني وهوني صاحبتها لما شافت كده قالت لها شكله كده ووقع في حبك وفعلا كريشنا كان بيعيط لانه حزين على فرقها وبرياء وهوني لما وصلوا رجع تاني لشغلهم في القناة التلفزيونية بس طلع انهم غابوا عن شغلهم خمس ايام زيادة علشان طولوا في الرحلة والمديرة بدون اي تفاهم طردتهم وهوني علشان ترجع للشغل كذبت عليها وقالت لها احنا كنا في الهند بنشتغل واكتشفنا بطل هندي خارج وبرياء حاولت توقفها علشان ما تتكلمش عن كريشنا بس هوني تكملت وقالت انه كان شاب خارج ويتسلك الجبل احسن من الارود وكمان كل ما بيحط ايده في المياه بيطلع سمك وقالت للمديرة تخيالي انه الشخص دا جي هنا هنستغله ازاي والمديرة عجبها الفكرة وهو في اتسبهم في الشغل بس مقابل انهم يجبوا لها كريشنا لسنجافورة بسرعة وبرياء اتضيقت وقالت لها ما كانش ينفع تعملي كده بس هوني قالت لها ما كانش في اي طريقة تانية غير كده وكمان كريشنا هيبقى راجل غاني جدا بسبب موهبته وهو انت الوحيدة اللي هتقدر التقنيعي ييجي الا انه ويع في حبك فبتتصل به وبتكون هوني مديها ورقة ومحفظها كلمتين علشان تقولهم لكريشنا على امل انه هتقنعه ييجي وبتقول له انه وحشة وبتقول له انت لازم تيجي هنا وتقابل امي علشان لو ما جيتش هتجوزني لأي حد من هنا فوافق وقال لها هجيلك في اقرب وقت والله ان احنا طلعنا الغلبة اوه وبيتضحك علينا المهم ومن فرحته ما كانش مصدق نفسه ورح بسرعة لجدته وقال لها ان بريا عاوزان اروح لها سنجافورة علشان قابل امها واتجوزها وهرجع بيها هنا على طول بس جدته اتصدمت وما ردتش عليه لانها مش عاوزان يروح ويتعرض لأي مكان في ناس كتير وهو استغرب وقال لها انت ليه مش فرحانة ليه فقالت له لاني مش عاوزك تبعد عني ولو بريا عاوزك فعلا المفروض تجيب امها هي واتجيلك ولما حاول يقنعها قالت له انا قلت مش هتروح في حت اقني مش هتروح وهو تعصب جدا من جدته وسألها عن السبب فقالت له علشان مش عاوزة اخسرك فتعصب عليها وقال لها انت عاوزاني افضل وحيد هنا طول عمري انت انسان انانية جدا ومش عاوز اشوفك تاني ولو ابويا هنا كان سمحلي اروح لأي مكان انا عاوزه وسابها وخرج وهو حزين وثانية اتصدمت من كلامه وفضل اتعايت وبالليل خرجت له وقعدت جنبه وبدأت تحكيله عن قصة ابوه مع الفضائيين وانه عمل حدثة وقابل كائن فضائي وحكيت له قصة الجزء الاول من الفيلم وقالت له ان لما ابوه اتجوز امه بقى اشهر رجل في العالم وبقى صاحب شركة تكنولوجيا كبيرة وقابل عالم في مجال التكنولوجيا اسمه اريا والعالم ده طلب من رهت انهم يتعاونوا مع بعض علشان يخترعوا جهاز يشوف المستقبل وعلشان يقنعوا بكده قالوا ان الجهاز ده يفيد العالم جدا عن طريق ان انا هنعرف به اوقات الحروب والكوارث ونوقفهم وننقذ الناس وقتها رهت ووافق يتعاون معاه وعلشان ينقذ الناس فضل يشتغل سنين طويلة علشان يخترع الجهاز ده وفعلا قدروا ان يشغلوا وسونيا اللي هي امه كلمته علشان تقوله ان نيشا مراته حامل بس رهت قال له امه ان دكتور اريا ده طلها ان اصاب وهو بيستغليني وانا اسيبه قريب وارجعلكه بس بعد المكالمه ده رهت مرجعش ومعرفتش اي حاجة تانية عنه وبعد فترة جالها مكالمه تانية ان المعمل اتحرق وروهت مات في الحريق وكمان نيشا مادرتش تستحمل الخبر وماتت بعده بوقت بسيط وانت لما بقى عندك خمس سنين اعرفت انك ورست القوة من ابوك اشوفك تاني مع ان انا عايشة كل حياتي علشانك فاتأثر وفضل يعاية من كلامه وفضل طول الليل قاعد يفكر في ابوه وتاني يوم الصبح لا جدته جابت له لبس ابو وقالت له يلا علشان تروح تجيب بريا وتعالى بسرعة وحذرته انه ما يستخدمش قدرته او يظهر قوته قدام حد وانه لازم يبعد عن المشاكل وهو وعدها انه مش هيلفت الانتباه له وهيبقى في حاله وفي نفس الوقت الدكتور اريا وصل لسنغافورة في الطائرة الخاصة وفي كرام الحارس الخاص بتاعه هو اللي استقبله ودكتور اريا راح للمعمل بتاعه علشان يقابر العلماء ويعرف صلاحه قد امن الجهاز الى روهت كان صنعه علشان يشوف بيه المستقبل والعلماء قالوا له انهم خلاص على وجهك الانتهاء من تصليحه وده طبعا بفضل ابحث روهت وكريشنا اول ما وصل لسنغافورة مالحقش يخرج من الطائرة وفيه اتنين حرامية وحاولوا اسرقوا الشنطة اللي معاه لكنهم اختاروا ويهزروا مع واحد مش مناسب والحرام لقى نفسه بيطير وكريشنا افراد يعتذره بس الحرام خاف منه وهرب وبعد اللحظات بتجيله بريا هي وصاحبتها علشان يستقبله من المطار فسأل بريا هي فين مامتك فجيت بتعالي وقالت له انها سافرت وكمان راجع كمان اسبوعين وقالت له خلينا في خلال الوقت ده ان ناخدك تشوف بلدنا وانفسحك فيها الاول وخدوا القط في الفندق وكمان بريا ادته التليفون علشان يبقى يتصل بيهم ولما مشيت كانت مدقة جدا انها ستجدب علي كتير وهون السبب المصايب قالت لها ما تقلق ايش ده يحبنا علشان هنخليه مشهور ولما نزلوا في الأسانسير اللقوا في قشهم فاتصدوا من سرعته بس كريشنا خد بريا على انفراد وطلب منها تغمض عينها ولما غمضت طلع لها خاتم وقال لها ده خاتم جوازنا وبريا فرحت جدا بالخاتم وخدته جريت وهي مكسوفة وكريشنا هو واقف في الشارع في واحد لفت انتباهه لانه كان بيعمل عرض استعراضي علشان ياخد من الناس فلوس ويعالج بنته الصغيرة بس للأسف الشخص ده ممفعش في كده والعصايا اللي كان واقف عليها اتكسرت والناس ما عجبهمش العرض فاسبوه مشيو بس كريشنا رحق الموقف بسرعة وخد السيف وكمل العرض به وفضل يعمل حركات جميلة ورجعت كل الناس تاني اللي بقوا مبهورين من الاستعراض بتاعه ودفع له فلوس كتير فاخدهم ورح ادهم للبنت الصغيرة وبعد كده تعرف على ابوها اللي اسمه كريس وكريس قاله انا شغال في السيرك واداله دعوة وتاني يوم بريع بتعمل لقاء تلفزيوني وبتعرف كريشنا على انه شخص خارج وكانت عاوزها يتسلق الشجرة مع الارد ويزباهه قدام الكاميرا فاخدها على جنب وقال لها مش هينفع اعمل كده فقالت له بس مشاركتك معانا في البرنامج هاتبسطني فقال لها طب لو خسرت قالت له وقتها هتجوز الارد وهو قال لها لا 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 يردني كده ولازم اسبقه وقبل ما يبدأوا التسلق كريشنا بصر الارد وعرف يتواصل معاه والارد سمعت كلامه ولم يردش يتسلك وبكده السباق بوز والارد راح لكريشنا وشكلهم كده منسجين مع بعض والمديرة تعصبت جدا من الارد وفضلت تشتمه وثبته ومشيت لانهم لغوا التصوير بس الارد انتقم منها بطريقته الخاصة وتاني يوم بريا خدت كريشنا ورحت تصور في المياه علشان يمدي ايده ويطلع سمك بس كان كل ما بيمدي ايده كان بيطلع زبالة مش سمك والكل فضل يضحك عليه وكمان بريا زعلت منه فاعتذر لها وقال لها مش دنبي ان السمك هنا مش عارفني وحاسس اني جاربة عليه وعلشان يصالحها خدها وراحه للسلك بتاع كريس وكمان شاركه في العرض معاه وفضله يغنه ويرقصه لحد ما في واحد من اللي يلعبه بالنار وقع نار على علب فيها مواد مشتعلة فتسبب في انفجار قوي واثر على بريا في انها اغمى عليها من الخوف وكريشنا اخذها بايد عن الحريق وطمن عليها وقبل ما ياخدها ويمشي الا ان لسه فيه اطفال محبوسين في وسط النار فوقف محتر لان وعد جديته انه مش سيستخدم قوته قدام حد بس اضطر يخالف الوعد لانه ملاقاش حل تاني بس قبل ما ينقذهم الشفق نعمكسور وقع على الارض فلبسه وكمان قلب الجاكت بتاعه وبقى جاكت جلدي كده وبيلمع ونزل بسرعة في وسط النار وانقذ الاطفال كلهم من الحريق بس اكتشف ان كان لسه بقي الطفلة بس مرديتش تمشي معاها لانها خايفة منه ولما سألته انت مين كان هيقول لها على اسمه بس لما نطق كريش وقف وسيكت علشان مفروض ان محدش يعرف اسمه بس كده البنت عرفت ان اسمه كريش وكريشنا خد البنت وطلع بيها من وسط النار وقع بريا في وشه فسلمها الطفلة واختفى من قدامها وبعد لحظات رجل لها تاني بس بدون القناع وكأنه جاي من بعيد ومعرفش اي حاجة والبنت الصغيرة كان معاها قطعة من قناع كريش المكسور وكانت فرحانة بيها وتاني يوم كل الاخبار تكلموا عن الحريق وجابوا الطفلة اللي كريشنا انقذها وخلوها تتكلم عنه في التلفزيون والمزيعة قالت انها عاوزة تشوف كريش ده علشان تكافه وده لانه انقذ الاطفال وقالت انهم هيعرفوا عن طريق القناع اللي معاهم القطعة الصغيرة منه وبكده العالم كله بقى بيتكلم عن كريش الغامض بس بريها لما شفت صورته في الجراهي تشكت انه هو ده كريشنا وعلشان تثبت كده عملت خطة وكانت عبارة عن انها هتتمشى معاه في مكان وفجأة هتطلع عليهم مجموعة من المجرمين هي متفقة معاهم علشان يسرقوها ولما يبدأ يدافع عنها هيصوروا بالكاميرات اللي حطنا في كل اتجاه ولما في مجموعة بيظهروا بريها بتفضل تغمز لهم فبيفكرها معجبة بيهم وده لان مش هم دول اللي همت تفقة معاهم ودول مجرمين بجد واول ما في واحد منهم لمس بريها كريشنا مسكوا وطياروا وكان خلاص هيتجنن عليهم بس اخذ باله من الكاميرات اللي بتصوروا فسب نفسه وقع في قسطهم وفضلوا يضربوا فيه بدون اي مقاومة منه وبريها جالها مكالمة من هنا وقالت لها ان الممثلين اللي اتجارتهم هيتأخروا شوية ووقتها الاخت عرفت ان دول مجرمين بجد ونزلين طحنة في كريشنا فحاولت تدخل علشان تدفع عنه لكن الحرمي السرق شنطتها والخاتم اللي في ايدها وطبعا ده الخاتم اللي كريشنا كان يدهلها ولما الحرمية هربو بريا فضلت تعيط واعتذرت له وقالت له انا كنت عاوزة اصورك علشان اشوف قدرتك وما كنت شعرف ان الممثلين اتأخروا ولما بطلت عيات سألته انت ليه ما قومتهمش فقال لها علشان اشوفك هتخاف علي ولا لا ولما انتبع لإيدها لقى الدبلة مش معاها فقرر انه يرجعها لها تاني وراح للمكان الحرمية فيه وهو كان لابس القناع بتاعه وشاف الدبلة مع واحد فيهم فطلبها منهم علشان من يحصل مشاكل لكن رفضوا يدهاله فقال لها منتو اللي يجبتو لنفسكو وخدهم وش غسيل ووش مكوى ولما حس انهم لسه ما نطفوش خدهم وش غسيل تاني فتهاروا منه وما بقوش قادرين يتحركوا وكده خاد منهم الدبلة وماشي ولما حب يقلع القناع كريس كان ماشي بالصدفة وشافه فرح له مستحيل انت كريش المشهور انا هقول للكل ان انت صاحبي وكريشنا قال له لا ما تقولش لحد وكمان خد انت القناع وروح انت خد الجايزة بدالي علشان تعالج بها بنتك وكريس في البداية رفض بس كريشنا اقنعه وفعلا كريس خاد القناع وراح سلمه للمزيعة اللي عرضت جايزة مالية وفعلا خاد الجايزة وتكرم وفي كرام شافه على التلفزيون وشاف كريشنا حاضر في الحفلة وكمان شاف بريا وهي جنبه وكريشنا رجع الخاتم للي بريا وقال لها الصاحب كريس هو اللي رجعه ولما رجعت البيت شغلت الفيديوهات اللي اتطورتها مع كريشنا في السيرك وبالصدفة هي وهوني لقوا ان الكاميرات كانت شغالة وهو كريشنا بيلبس القناع فعرفوا انه هو كريش وفرحه جدا وخرجوا بسرعة علشان يروح المديرة بتاعتهم ومن فرحتهم بريا نسيت تليفونها وكريشنا كان بيتصل بيها بس امها هي اللي ردت عليه فقال لها الحمدل على سلامها حمايتي انت رجعت امتى من هونج كونج قالت له انت مين يا ابني ولا انا عاربك شاصة انت مين يا اوات انا مزفيتش هونج كونج خالص فقال لها ايه ده هي بريا بنتك يا مو بريا ما كلمتكش عني قبل كده فقالت له ولا اعرفك وكريشنا اتصدق من الكلام وعرف ان بريا كان بتنصب عليك كل ده بس طلب منها يعرف مكان بريا وهي قالت له وفي نفس الوقت بريا وصاحبتها كانوا بيعدلوا الفيديو قبل ما يسلموا لي المديرة وكريشنا كان واقف وراهم وشايف اللي بيعملوه وهون بوزت الدنيا خالص وقالت لها انا مش متخيلة منظر كريشنا لما يعرف ان كدبت عليه بخصوص جوازكو بس مظنش انه هيزعل لانه هيبقى اشهر رجل في العالم وطبعا كريشنا خاد الصدمة ومعرفش يعمل حاجه فسابه وممشي بس لما ماشي بريا قالت انها بتعشق كريشنا ومش متخيلة حياتها بدونه وفي نفس الوقت كريشنا كان وصل للفندق وحضر شنطته علشان يرجع لبلده بس لقى بريا وصلت عنده وخدته بالحضن وقالت له انا عرفت ان انت كريش وكنت مخبي عني فقال لها اه انا لبست قناع بس انت تبقي ايه ايه وانت لابسة قناع الكيت بطول الوقت وسألها انت ليك ديبت عليها وقلت انك بتحبيني انا كلمت امك وعرفت الحقيقة فاتصدمت واعتذرت له وقالت له انا كل ده بحاول اساعدك علشان تبقي مشهور فقال لها من انا لعوهزة شهر ما كنتش لبست قناع وقال لها جدتي عندها حق ان كل الناس هتحاولت تستغليني علشان يوصلوا الاهدافهم فقالت له حتى جدتك انانية علشان حبستك بايد عن العالم فقطع كلامها وقال لها ما تجيبيش اسمها على لسانك وعلشان يزبط لها ان جدته بتحبه وحاكلها على قصة ابوبي الكامل وقال لها ان جدتي كاي بتحاول تحميني ومع كده وفقت اجي هنا علشانك وشابها ومشي وهي حاولت تترجق انه ما يمشيش بس ما اهتمش بيها فكلمت صاحبتها بسرعة علشان ما تسلمش الفيديو للمديرة لكن صاحبتها قاعدت لها انها سلمت ولا خلاص فرحت للمكان اللي فيه المديرة وبالصدفة كانت في مؤتمر طبع الدكتور اريا وبريها حاولت تدخل لها بس ما عرفتش لان فيكرام مناعها تدخل ولما شافها افتكر انها كانت جنب كريشنا وقت تكليم كريس فطلب منها توصله لكريشنا وفعلا ليحقوه في المطار وفكرام قال لي كريشنا ما ينفعش تسافر بس كريشنا رفض ومشي بس فكرام قال له ابو كريس عايش ووقتها كريشنا واقف مصدوم في مكانه وفكرام قال له انه كان صديق مقرب لروهت لما كان الشغال على المشروع بتاع دكتور اريا ولما نجح في انه يصنع الجهاز اللي هيخليهم يشوفوا المستقبل فالقرر انه يجربه اول واحد وكان عامله يفتح ببصمة عينه ونبضت قلبه هو وبس وفكرام قال له خلينا نشوف مرتك الحامل هتخلف ولد ولا بنت وروهت حبي يشوف وشاف نيشا بعد ما خلفت ولد وكمان انشاف امه وهي بتتكلم في التليفون ومصدومة لانها عارفت ان روهت مات وروهت اتصدم وحبي يشوف مستقبله فعارف ان دكتور اريا هقتله بعد عشر دقايق بعد ما يتأكد ان الجهاز بقى شغال كويس وفكرام اتصدم هو كمان وحاول يخليه يا رب بس روهت رفض وقال انا مستحيل اسيب الجهاز ده يقع في ايد واحد نصاب زي ده وبدأ يدمر فيه بسرعة ويعطل اي حاجة يقدر يعطلها بس ملحقش يدمره بالكامل لان اريا ظهر وضربه بالنار وقال له عادي انا هقدر ابني الجهاز تاني وكان هيقتله بس فكرام واقفه على اخر لحظة وقال له ما تقتلوش لانه عامل الجهاز يفتح بعينه ونبض قلبه وبدونه مش قدر تفتح الجهاز حتى لو صلحته وعلشان كده اريا قرر انه يسيبه لحد ما يصلح الجهاز ويفتحه له وبعد كده يقتله وكما طلع له الاخبار وقال ان المعمل اتحرق ورهت مات في الحريق وفكرام قال لي كريشنا انه كان بيدور عليه هو وجدته بقال له عشرين سنة وكل ده علشان يعرفهم بس ان رهت لسه عايش وكريشنا تعصب وقال له عشرين سنة وانا محروم من ابويا وابويا محروم من امه بسبب كلب زي اريا وانا لازم انتقم منه وعرف من فكرام المكان اللي ابو فيه وكان مكان مؤمن جدا ورهت متجمد فيه لحد ما الجهاز يتصلح وفي نفس الوقت اريا قدر انه يصلح الجهاز وفتحه ببصمة رهت وعلشان يضايق رهت قال له تعالى نشوف مستقبلي العظيم هيبقى عامل ازاي فاتصدم لانه بيشوف نفسه وهو بيموت بعد ربع ساعة على ايد كريش وهو رهت فرح فيه وفضل يضحك واريا تعصب وضربه وقال له بما اني قدرت اشوف مستقبلي يبقى اكيد هقدر غيره وامر رجالتو انهم يقتلوا كريش لانه معتقد انه هو كريشنا وفكرة معرف بكده فقال لكريشنا اللي راح بسرعة ولقى كريش مقتول فتعصب جدا ولبس قناعه اللي كان مديلي كريش وراح بسرعة للجزيرة اللي اريا موجود فيها وطبعا الحراس حوتوا من كل اتجاه بس هم اتفه من اني اذكرهم لانه كلكم عارفين اللي حصل لهم واريا رجع يشوف مستقبله تاني فلاقى نفسه هيتقتل برضو عن طريق كريش فبيتعصب جدا وبيقول مين ده وبيشوف في الكاميرات ان كريش وصل وشغل قتله في رجالته وهو ما سبش فيهم حد سليم لحد ما وصل لاريا اللي لامسك رهت وكان هو يقتله وقال له انا مش عارف افهم انت رب تعمل كل داع علشان تقذ رهت ولما شف كرام وصل قتله وقال له انا لما شفت المستقبل اعرفت مين معايا ومن ضدي وكمان طلع انه ماسك بريا وقال له لو ما استسلمت ايش هقتلها وكريشنا استسلم والحراس حوالي من كل اتجاه وشغلين ضرب فيه ولكن مكانش مهتم ورهت كل ما يشوف كريشنا بيتضرب كان بيتأثر جدا مع انه ما يعرفش ان الشخص ده يبقى ابنه وفي واحد ضربه على رأسه فوقعه على الارض ورهت رامى نفسه جنبه وكان حاسس ان في حاجة مشتركة بينهم وسألوا انت مين واريا كان عاوز يضربه برجله ولكن كريش محبش ان داع يحصل فمنعه ولماء وكمان قام بسرعة وضرب كل الحراس بسرعة اسرع من سرعة السوبرمان وبعد ما خلص عليهم لا اريا ماسك سلاحه وضرب نرع على بريا وروهت ولكن كريشنا كان اسرع من الرصاص وقدر يرمي طفاية على رصاص بريا فغيرت اتجاهها وكمان بسرعة نطه قدام ابوه وخد الرصاصة في جسمه بداله وكمان طرع على اريا ونوله ضربه في كرشه اعتقد جابت اجله وكمان خد السلاح وصوابه عليه ازاي ما نشوفنا في قارة الزمن وقبل ما يقتله اريا سأله انت مين وكريشنا قلع القناع قدامه فلاقاه مات محول من الصدمة وبريا قالت لرهت قابل ابنك كريشنا ورهت مكانش مصدق نفسه طير من الفرح وكريشنا رجع مع بريا اللي جدته ففرحت بهم جدا لان كريشنا كان وحشها بس بتلاقي عمل لها مفاجأة ما كانتش تتوقعها وكان جايب لها ابو اللي هو ابنها معاه ودي كانت صدمة بالنسبة لها ورهت بيروح يشغل جهاز ابو وبيبعت رسائل لصاحبه الفضائي جاده نسيبه بقى ونروح لرهت وهو قاعد في المختبر بتاعه وبيعمل تجربة بقى الو سنين وشكلها كده نجحت فنزل بطرعة صح ابنه وقال له تعالى شوف اختراعات ابوك يا تافي والاختراع كان عبارة عن ألم بس مش ألم قوي هو حاجة كده تكنولوجية متطورة بس على شكل ألم وبتقدر انها هتجمع أشعة الشمس وتوجهها على حاجة معينة فترجع فيها الحياة تاني وفعلا التجربة نجحت شوي بس انها انفجرت لان الطاقة كانت شديدة عليها ورهت عارف انه محتاج حاجة تتحط قبل أشعة الشمس علشان تنظم الطاقة وكريشنا سابه وراح لشغله فلقى الصاحبه بيقوله تعرف ان انا كريشنا البطل الخارق وكريشنا قاله يا راجل بتتكلم جد وصاحبه قاله طبعا بس ما بحبش اتكلم عن نفس كتير وهم بيتكلموا كريشنا بيشوفوا الاخبار ان فيه طيارة مدنية مش عارفة طبط بسبب ان العجلات بتاعتها بتتفتحش وبكده كل اللي في الطايرة هيموتوا فبيسيب العبيد اللي معده وبيروح بسرعة علشان ينقذ الموقف وبيفضل ينط على المباني علشان يوصل للطايرة بس ما كانتش عارف لانها اسرع منه او هو سريع واسرع من الطايرة بس المباني ما كانتش مساعداته وعلشان يحل المشكلة دي عمل حركة لطيفة شوية وفعلا بيها قدروا ان يوصل للطايرة واستخدم قوته في انه يفرد العجلات بتاعتهم وساعدهم في انهم يعملوا هبوط امن وكل الناس شافته وفضلوا يحيوه ويشكروا علشان انقذ حياتهم وفي نفس الوقت رهت وهو قاعد مع الولماء اصحابه في المعمل بتاعه شافوا في الاخبار ان فيه فيروس جديد ظهر في افريقيا وبينتشر بسرعة كبيرة جدا وبيصيب اي حد قريب منه في وقت ما بيزيتش عن خمس ثواني ودكتور فارون طلع في لقاء صحفي وقال للناس انه بعت عينات لافضل العلماء علشان يلاقوا مصل مضاد للفيروس ولما بيخلص اللقاء بيكلم رهت وقال له الفيروس ده سريع الانتشار ولازم نلاقي علاج بسرعة وانت دلوقتي اخر امل للبشرية ولما قفل معاه لان في واحد اسمه الدكتور سيم بيتصل عليه وبيقول له انه معاه معلومات خطيرة جدا عن الفيروس وكمان معاه عينا من المصل المضاد ودكتور فارون طلب منه يقابله في مكتبه وفارون سبقه على المكتب بس لقى هناك واحدة غريبة مستنية في المكتب واسمها كايا فسألها انت مين وهي ردها عليه مكانش واضح فطلب منها تطلع بره مكتبه باتصرفضت وحاولت تغريب بس ها كان محترم فحب يتصرف بسرعة ويكلم من امن بس ملحقش لانها مسكت ايده وفجأة شكلها بدأ يتحول لحد ما بقت نسخة تانية منه كأنها هو بالظبط وكمان هو تقريبا كده مات او فقد الوعي فاخدته وخبته واستنت ثين لما وصل وفكرها الدكتور فارون وقال لها انه شغال في شركة ادوية التابعة الواحد اسمه كايل وقال لها انه هو اللي نشر الفيروس وكمان المصل المضاد معاه بس كايا دي اطلقت اصلا شغال برضه تابع كال وخدت كل البيانات اللي مع دكتور ثين وخلصت عليه هو كمان وده بقى كال الشخص الكاريزمة خالص بس اسطورة في الاجراء مع انه مشلول وقعيد او ما بقدرش يحرك اي حاجة في جسمه الا السبعين دول وكمان من خلال السبعين دول بقدر يعمل حاجات خارقة زي انه بقدر يتحكم في اي حاجة قدامه ويحركها عن طريق قدرة خارقة في السبعين دول ومع انه عنده شركات ادوية وعلماء كتير بس طول عمره بيحاول يدور على علاج لنفسه علشان يقدر يتحرك تاني بس المشكلة انه مش هلاقي علاج الا لو لقى شخص تاني يبقى عنده نفس حمضه النووي ولانه خارق وفريد من نوع مش لقى حد بنفس الحمض النووي بتاعه وعلشان يلاقي علاج حاول يعمل تجارب مع الحيوانات عن طريق انه بيدمج دمه معاهم بس بدل ما يلاقي علاج عارف يصنع بشر خارقين فيهم صفات الحيوانات اللي دمج دمهم معاهم زي كايا مثلا كانت سحلية وبتقدر تغير شكلها لأي حاجة هي عاوزها وكمان استخدم صباعه والقدرة اللي فيه علشان يكسر انبوبة زجاجية علشان يطلع اخر انسان خارق هو اختر عب وكايا وصلت لكال وقالت له ان 40% من سكان ناميبيا اتصابوا بالفيروس وده طبعا في وقت بسيط جدا وسألته تحب ان نطلع بالمصل امتى فقال لها استني لما عدد المصابين والوفيات يزيدوا والناس تخاف اكتر ووقتها هنبيع لهم المصل وهنكسب مليارات من وراهم ورهت بعد ما درس الفيروس اكتشف انه فيروس مصنع بس عارف ان شركة كال اكتشفت المصل ونزلته للأسواق والفيروس بقى تحت السيطرة خلاص ففرح لان كده معاناة الناس هتقل وكريشنا بيشوف على الاخبار ان بريا مراته بتقول للناس ان جالها نبقى عاجل وهو ان كريش البطل الخارق مش يشتغل من بعد الساعة 11 ونص ففرح لها علشان يشوفها بتقول كده ليه فلاقها عملاله مفاجأة وبيتها نيب ايد ميلاده وكمان الهدياء اللي جابتهاله انها قارت له انها حامل في ابنه وطبعا فرح وكلهم فضلوا رقصه وجانه هي هي مش المفروض حامل فاتخاف على الطفل وتضطر رأس شوية ولا ايه ها ولا ايه المهم انهم تاني يوم راحوا يفاجأوا رهت وقالوا له انت هتبقى جد ورهت فرح جدا بالخبر هو بص لبريا وقال لها كل اب فرح بابنه وهو بيكبر قدام عينه انما انا اتحرمت من الموت عديد لكن بسابق هقدر عيش الموت عديد دلوقتي مع حافيدي وشكرها علشان بتكمل عيلتهم وفي نفس الوقت كال كان بيجرب حدود قوته قدر انه يبعد الحديد من مكانه باستخدام صباعه بس ولانه استخدم قوة كتير فيه دم ينزل من عينه وكان لما شفته مسحت الدم فقال لها تخيالي لو قادر استخدم جسم كله هعمل ايه فقالت له انا مش فهم انت ازاي مع قوتك دي ما بتقدرش تمشي فخنقها بشعراء وقال لها لازم اوجعك لانك وجعتين بسؤالك وده لاني ما عندش اجابة لي لحد النهاردة وقال لها انه زمان كان بيستخدم قوته وابو لما شافه حاول ينصحه انه يستخدمها في الخير وكان سأل ابو وقال له انا جبت القوة دي منين وليما بقدرش امشي بس ابو ما عرفش يرد على سؤاله وعلشان كده كان قتله وقال لها بعد كل العلم اللي وسطره ولسه مش لايه اجابة وانا متأكد انا لو عرفت القوة دي تلي منين هقدر يلاقي حل وارجع اقف على رجل تاني وقال لها انه مستعد يصرف مليارات علشان بس يقدر يقف على رجله وسأل العلم ابتوعه وكسب كام من بيع المصر فقالوله 320 مليون دولار ففرح بس قال مش كفاية وعلشان كده قرر انه يزرع الفيروس في بلد يكون فيها عدد سكان اكبر وقرر انه يختار بين الصين او الهند بس اختار الهند لانها مش هتقدر تقاوم زي الصين وفعلا بعت رجالته او الكئنات الغريبة بتاعته في اماكن مختلفة من العاصمة الهندية علشان ينشروا الفيروس هناك ورموه في فتحات التهوية وفي المياه وفي اماكن المواصلات يعني يختاروا شوية اماكن حيوية والناس بدأت تتصاب بشكل سريع وينقلوا العدوى بشكل اسرع وفي نفس الوقت كريشنا وبريا كانوا يتمشوا في الشارع وقرروا يشتروا ايس كريم بس الراجل كل ما يعب الايس كريم للاتنين اللي قابلهم الكائن اللي بيطلع لسانه دا كان بيسرع الايس كريم وكريشنا بدأ يركز شوية مع الايس كريم فشاف اللسان وهو بياخد الايس كريم وبيرجع تاني فماش ورا الشخص دا لحد ما وصلوا المكان مقفول وكريشنا ظهر له بلبس كريش وقابل سانه الفضل يهجم كريش ويدربوا بلسانه بس كريش كان اقوى منه وقدر انه ادفاد لسانه وكمان كان هيخلص عليه بس سابه وهرب وكايا كلمت كال وبلغته ان خطتهم خلاص نجحت والفيرس انتشر وعدد كبير من الناس تصابوا بيه وبقى في فوضى والناس بتموت في كل مكان وكريش وصل بسرعة للمكان اللي فيه مصابين ولقى بنت صغيرة وكان عيغم عليها فخدها علشان يوصلها لمستشفى بسرعة بس لقى الناس من كل اتجاه بتستنجد بيه لانه هو امالهم الوحيد وكريش ما بقىش عارف ينقذ مين ولا مين وكمان لقى الطفلة اللي معه ماتت فحس انه عاجز ومعرفش يساعد حد ورهت لما عارف اللي حصل خد عينة من الفيروس ولما عمل فحوصاته عارف ان انت نفس الفيروس اللي ضربنا مبيا فقال انهم لازم يكلموا الشركة كال بسرعة علشان تديهم الالاج وكايا قالت لكال لازم نحضر من كريش فقال لها ما تقلقيش لان الفيروس يخلص عليه هو كمان وبالمناسبة كال ومتحولين ومانئين ضد الفيروس لان الفيروس اصلا من دم كال وكلهم من دم كال وكايا قالت له في خلال عشر ايام معظم سكان الهند هيبقى ماتوا فقال لها يبقى بعد عشر ايام بقيد المصر للحكومة الهندية بس في نفس الوقت رهت قال لكريشنا ابنه ان الفيروس ما صبوش ولا صبر يا لانها حامل في طفله وكمان ما صبش رهت ودلق ان كلهم من دم رهت وده معناها انهم منعين ضد الفيروس وممكن الالاج يبقى في دمهم وعلشان يتأكد قرر انه يحقل نفسه بالفيروس ولو ما تأثرش يبقى هيعمل علاج من دمه بس قبل ما يعمل كده كريشنا منعه وقال له احمل التجربة دي علي انا وروهت رفض في البداية بس كريشنا اقنعه وفعلا رهت ضرب وحقنا فيها الفيروس والفيروس بدأ يهجمه وجامد بس جسم كريشنا اتغلب عليه بسرعة ورجع سريم تاني كأنه لا يوجد أي شيء حصلت له وقتها رهت بدأ يستخدم دمهم في انه يصنع مصر وعمل كده بسرعة جدا وسلم مصر لكريشنا اللي بدأ يتحرك فوق المباني وينشوره في كل مكان على شكل القنابل بتنفجر في السماء علشان يعالج الكل في أسرع وقت ممكن وفعلا خططهم نجحت وكال شاف على شاشة بتاعته ان كل سكان الهندي اتعالجوا من الفيروس فتعصب جدا وفضل يدمر في أي شيء قدامه وعندما شاف كيف والشق ضربها وقالها فيه خاهم بيننا لأن مستحيل حد يقدر يلقي علاج لأن العلاج الوحيد هو دمي لكن العلماء بتوعب يقولوا قالوا له ان محدش خانه وان فيه دكتور هندي اسمه رهت هو اللي صنع المصر ونشره فتعصب أكثر وقال مستحيل لأن دمي هو المصر وده معناه ان دمي بيجري فاروق حد تاني وفي نفس الوقت المسؤولين في المدينة كانوا بيحتفلوا بأنهم اتغلبوا على المرض وكمان عاملين تمثال شكر اللي كريشنا علشان هو اللي أنقاذهم وكمان شكروا دكتور رهت لأنه هو اللي اختلع المصر وفي خلال ما هم بيحتفلوا المتحولين بتوع قال كانوا شغالين تدمير في معمى رهت وما سابوش في أي حتة سليمة وفي النهاية فجروا بالكامل وبالليل رهت وبرية كانوا عادي في البيت وبيجهازوا نفسهم للعشب بس فجأة لقوا المخلوقات بتاع قال دخلت عليهم بطريقة مش لطيفة وضربوا بريا بالباب فوقعت على الأرض وفقدت الوعي والكائنات دي بتبقى عاوزة تخطف رهت بس ما بيلحقوش لأن كريشنا وصل بسرعة جبارة وفضل يضرب فيهم بسرعة لدرجة انهم مش قادرين يشوفوه وطبعا لما لقوا قوي عليهم كلهم اترجوا إلا الوادى بلسان ده كان حابب انه يعمل نفسه بلسان ونص وفضل يضرب في كريشنا بلسانه بس كريشنا اتخنق منه ومن لسانه ومسكه منه وفضل يليف به لحد ما طيره وكمان راحوا وراء وعلقوا في شجرة منه والبقين هربوا وكريشنا وروهت اتخذوا بريا ورحوا للمستشفى بسرعة وكانوا خايفين على الطفل اللي في بطنها وللأسف الدكتور لما خرجت لهم قالت لهم انهم انقاذوا الام طبعا مش للأسف علشان كده هو للأسف علشان الطفل مقدروش ينقذوه وكريشنا خد الخبر صدما هو ما بقاش عارف يتصرف ازاي لحد ما قرر انه يعمل نفسه مش حزين علشان يوقف جنب بريا لحد ما تفوق من صدمتها بس هنعرف ان بريا دي مش هي بريا الحقيقية وان كايا خلصت على الدكتورة وهي اللي كلمت كريشنا وكمان خادت شك لبريا وقت ايش مع كريشنا على انها هي بريا وبريا الحقيقية فقت من الغيبوبة بتاعتها ولقت نفسها محتجز في مكان ما تعرفوش فخافت منه لحد ملالة كال دخل عليها بس لقيته شخص مشلول ومش هيقدر يتحرك في حاول التهرب لكن قفر الباب وهي حابت تضربه بالكرسي بس لقيته وقفه في العبا ووقتها تصدمت وما قدرتش تعمل اي حاجة تاني غير انها قلت له جوزي هيدور عليها فقال لها هيدور عليكي لو انت مفقودة انما انت عايش عادي معاها حاليا وفضل يسألها عن كريش وازاي روح تصنع المصر بس مكنتش بتجاوبه غير بمعرفش فقال لها انا عرف ان كل الايابات عندك وسبها ومشي وكريشنا شفت كايا وهي واقفة سرحانة ففكرها حزينة على الطفل وفرح لها وقال لها من النهاردة مش هشتغل تاني وهيبقى معكي انتي وبس وخدها في حضنه وهي اول مرة تحس ان في حد مهتم بيها وبالطريقة دي بدأت تقع في حب كريشنا وكريشنا راح يحضر الابحاس اللي بيميلها على الرجل ابولسان علشان يعرف ده ازاي كده فعرفوا انه هاجين من حيوان غريب وكريشنا كلم كايا وقال لها انه ها يضطر يتأخر شوية علشان ابولسان اللي هاجمنا قرر يفوق وانا لازم احمي روحة وهو بيفحصه ولما عرفت كده راح يطلوهم بسرعة واول ما دخلت عليهم كلهم استغربوا من وجودها وفوقتها ابولسان فاق وامي هاجم اي حد قدامه لحد ما وصل عند كايا اللي قتلته بدون حد ياخد باله وكمان كريشنا رامى بعيد واعتقد ان هو اللي قتل وكده خطة كايا نجحت وهي ان ما بقاش عندهم اي حد يعرفهم اي معلومات عن كايل وشركته واعماله وبالليل فضلت تقولهم انها خايفة لقيها جمهة تاني وكريشنا قال لها ما تخفيش واخدها في حضنه وباسها وهي بدأت تحبه اكتر وتاني يوم كريشنا راح للمول علشان يسترم شغله الجديد بس شاف واحدة كانتها تقم مكان عالي فانقصها بسرعة لكن مالحقش ينقص طفلها اللي وقع بس لقى كايا نطت بسرعة ومسكته والكل فرح بيها وفضلوا يسقفوا لها او شكروها فحاست انها عملت حاجة كويسة وانها تحبيتها علشانها بس لقيت كايل بيكلمها وقال لها ان تتأخرت في انك تجيبي لي معلومات عن روحة او كريشنا واتمنى تبقى اسرع وإلا هتدخل بنفسي وعلشان تنفذ اوامره التاني يوم اتنكرت في شكل كريشنا وهو نايم وطلعت قبل تروحة علشان تدخل منه اي معلومات ورحة قال لها ان الحمد النووي اللي في ابو لسان ازاي الحمد النووي بتاع الفيروس ازاي الحمد النووي اللي في دمنا وعلشان كده انا لازم اروح لسنجافورة علشان الاقي اجوبة لكل التساؤلات اللي بواية لان جايز الدكتور اريا يكون لي اياد في الموضوع ده وبالصدفة كريشنا صحي وكان طلع لابوه بس كايا رجعت لشكل بريا ونزلت بسرعة قبلته وقالت له ان رحة نايم وتاني يوم رحة تسافر وعرف كل المعلومات اللي كان محتاجها وبسرعة اكلم كريشنا وقال له انا راجع دلوقتي من سنجافورة والسفرية طلعت مفيدة زي ما قلتلك وكريشنا صدم وقال له انت ازاي تسافر بدون ما تقول لي فقال له انا كلمتك بالليل وقلتك على كل حاجة انت مش فاكر انك كنت عندي مبارح في المختبر وبنعرف ان في اثنين ماشيين ورا روهد وكمان كريشنا فهم ان بريا دي ما تبقاش بريا وفضل يجمع كل الاحداث ببعضها وتأكد من المعلومة دي لحد ما وصلها البيت وهو لبس لبس كريش فخافت منه فضل تصرخ وتنادع على كريشنا علشان ينقذها من كريش فضربها وسألها انت مين وهي قالت له انها بريا فقال لها بريا تعرف ان كريش وكريشنا واحد انت مين فحاولت نفسها لشكلها الحقيقي وقررت تساعده وقال انها بقى بتحبه وقالت له على مكان بريا وقالت له انها لسه حامل وبالنسبة لكال طلع انه خطف روهد ومحتجز عنده وقال له ايه هي الاجابات اللي عرفتها من سنجافورة ورهد قال له ان دكتور اريا كان محتجز فترة طويلة وفي خلال الوقت ده كان بيعمل علي تجارب وكان بيحاول يصنع واحد زيه بالزبط بنفس حمد النووي وبنفسه قوة العقلية وفعلا قدر يكون طفل باستخدام دمي بس الطفل كان مشلول وما بقدرش يتحرك واريا لما شاف الطفل كده طلب من دكتور زيميلو انه يتخلط من الطفل بس الدكتور مقدرش يعمل كده وخد الطفله وضعه في درق ايتام وقبل ما رهد يكمل كال هو اللي يكمل وقال له فيه واحد من الالة غنية هو اللي تبنى الطفل ده وبيطلع ان كال هو الطفل المعاق اللي دكتور اريا صنعه وده معناه انه يبقى ابن رهد واخه كريشنة بس طبعا هو مهتمش بكده لانه كان فرحان جدا انه اخيرا لقى الحل اللي يخليه يقدر يمشي تاني وهو انه ياخد النخاع الشوكي من ابوه وكمان قال له انه خاطف بريا وكان ناوي ياخد النخاع بتعطف لها بس انت جيت مكانه ورهد قال له ابن الحقيقي جاي في الطريق ومش هيرحمك وفعلا كريش بيوصل وبيبدأ يقتل في كل المتحاولين بتوع كال وطبعا كل ده بمساعدة كايا وبتحصل معركة كبيرة بينهم بس في النهاية كريش وكايا بيخلصوا عليهم وكايا بتدخل لبريا وتنقذها وبتخرجها لكريشنة اللي بيفرح جدا لما بيشوفها وفي نفس الوقت كال كان بدأ شغل في العملية بتاعته وهي نقل النخاع الشوكي من رهد وفعلا العملية نجحت وكلا مفاء لقى انه بيقدر يحرج جسمه بالكامل وعلشان يقدر يجرب قدراته بدأ يدمر الحديد اللي في المكان واستخدمه في انه يلفه على جسمه علشان يصنع منه بدلته الخارقة ولما بيخلص بيلاقي كايا دخلت عليه وكانت مستغربة من شكله فقال لها جاء الوقت اللي تنتهي فيه الانسانية لاني هقتل كل البشر وهصنع مخلوقات كتير زيك وقال لها للاسف كان نفسي تبقي معي بس انت اخترت تدخنيني وانا كنت عارف انك هتدخنيني فتصدمت من كلامه حاولت تدخل معاه في معركة لكن ما لحقتش لانه اقوى منها بكتير وخلص عليها بكل بساطة وكريش افها وهي بتموت وكان حايزين جدا عليها وقرر انه لازم يخلص علي كال اللي لقى بيقول له ومتعيطش ووفر دموعك ديه على ابونا وبالمناسبة احنا اخوات لو ما تعرفوا وجاب له رهت وقال له انا خدت منه انه خاعش شوكي بس وفي وقتها كريشنا بيتعصب وبيبدأ يهجمه وبيحاول يضربه بس تحسوا ان ضربته بقى ضعيفة شوية قدام كال وده ان كال اقوى منه بكتير وقدروا انه يطحنوا وكمان ربطوا في الجدار بالحديد وبدأ يستخدم قوته في انه جمع حديد كتير وفقدر يضرب كريش بيهم وكمان جمعهم كلهم وضربوا بيهم كلهم وطبعا كريش مش قادر يتحرك وكل اللي بيعملوا انه بيتطحن بس لحد ما كال قرر انه يخلص عليه وضربوا برجله في صدره ووقتها تقريبا قتله قدام عين ابوه اللي قاله انا دلوقتي مش محتاجة اقتلك لانك ما بتشكلش خطر علي وكفاية عليك انك شفت موت ابنك قدام عينك واسابه ومشي علشان يكمل تدمير في المدينة ورويت بيحاول افوق ابنه بس للاسف ما بيفوقش وكال وصل بسرعة للمدينة وبالتحديد عدت امثال كريش ودمره وكل اللي شافوا كده خافوا وبسرعة الشرطة وصلت بس بكل بساطة ضمر اسلحتهم وكمان خد كاميرات الصحافة ووجههم ليه وقال للكل ان اقتلت كريش اللي شايفينه بطل ودلوقتي هيبدأ عصر الكيل وعلشان يظهر لهم قوته ادمر عربية شرطة بمجرد انه رفع ايده في الهوى وكمان اول مقافة الكاف في ايده ادمره طيارتين وقال للكل لو عاوزيني ارحمكوا اسلموا اللي برية ورويت افتكر القلم اللي اخترعوا وقرر يستخدموا على كريشنا وفعلا اشعة الشمس كلها ضربت جسم كريشنا بس برضو كريشنا مفقش وده لان الاشعة دي زيادة عن اللزوم ووقتها رويت قرر انه يضحب نفسه علشان يوصل الاشعة المناسبة اللي كريشنا ويقيش وفعلا واقف قدام ضوء الشمس ووزق الطاقة بتاعت الشمس على كريش اللي بدأ يفوق وسمع ابو بيقوله انه ما يعتبروش ميت وده لانه هيبقى عايش جواه وهيدمي قوته معاه وفاجأة جسمه بينفجر من قوة الطاقة اللي تعرض لها ووقتها كريشنا بيقدر يفوق وبريها وصلت عند كال بس كل الناس وقفوا جنبها وراحوا معها اللي كال وقالوا له احنا مش خايفين منك وانا شايف ان من اول قلم كلهم هيخافوا بس الكلمة الحقيقة يديهم اول قلم لان كريش رجع له تاني بس دلوقتي بقى اقوى من الاول بكتير وكمان بيقدر يطير المهم انه طول الفيلم بيعيط او هي عينه اللي وقضى وضعي الطلايات انا معرفش بس دايما بيعيط المهم انه بيبدأوا معركتهم مع بعض وكانت معركة قوية جدا عليهم هما الاتنين وكمان بيتسببوا في تدمير اي حاجة بيجوا جنبها وهم في المعركة دي ومع كده ما كانش بان ان فيه حد فيهم انه يتعب او يستثلم لحد ما كان شاف ان كريشنا بيحاول ينقذ الناس فوقع مبنى كامل فوقهم وكريش حاول يمسك المبنى وكان استغل الفرصة وفضل يضرب فيه وكريش مقدرش يستثلم لان فيه طفلة تحته وكان عاوز انقذها بأي طريقة بس كانت رع فوق المبنى ونزره بكل قوته فوق كريش وطفلة وبريه راح تطمن عليه بس لقيت كال موجود وشار الأحجار من عليه ولقاه انقذ الطفلة فضربه وكمان مسك بريه قدامه وقال له هقتلها هي وطفلك قدامك وكان لسه هيقتلهم بس كريش مسك ايده وقامه هو كله حماس ونزل طحن فيه لحد ما اداره القاضيق وطياره لحد ما لازقه في شوية أسيخ حديد بس مع كده ما ماتش وكريشنا حاب يعمل اخر محاولة وهي القلم بتاع ابو واستخدمه في انه جامع كل أشعة الشمس ووجعهم في اتجاه كال اللي في البداية فرح لانه حاس ان قوته بتزيد بس بعد كده لقى نفسه بيسيح وبدون مقدمات جسمه انفجر ومات وخلصنا منه وبعد ست شهور بريه خلف الطفل ولد وسامو رهت وكريشنا راح يطمن على بريه وحاب يبص على الطفل بس لقاء اختفت فخافوا هما الاثنين لكن لقوا لس قوة ابوه وتقريبا طار او طلع على السقف احنا لسه ما نعرفش